خطوات غير مسبوقة تبذلها الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا ما بين مبادرات وتوحيد الجهود للارتقاء بمستوى معيشتهم وعلى رأس تلك الجهود تأتي انطلاق مبادرات قوافل ستر وعافية بمحافظة كفر الشيخ تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كراع رئيسي يقدم حزمة من المساعدات المتنوعة لتخفيف العبئ عن المواطنين جهود كبيرة يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين ولعل أحدث تدخل للتحالف جاء بإطلاق المرحلة الثالثة والعشرين من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية غرب تيرة وتوابعها بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ بمشاركة تسعة عشر كيانا من كيانات التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من ثلاثين ألف مستفيد طبعا نحن موجودين النهاردة في القفلة رقم تلاتة وعشرين من مجموعة قوافل ستر وعافية تحت مزالة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحية موجودة بتقدم توعيل سيدات بأهمية الكشف مبكر عن مرض سرطان السدي طبعا مهتمين نوصل لأكبر عاد ممكن من السيدات على مستوى كل محافظات الجمهورية طبعا مؤسسة النهار الحياة هي واحدة من مؤسسات التحالف الوطني للعمل المدني وإحنا النهاردة موجودين في كفر الشيخ بنعمل قافلة لكل الأهلي قافلة شاملة قافلة طبية فيها جميع التخصصات فيه جزء الخدمي والخدمات اللي بنقدمها للأسر زي الوجبات والكراتين الغذائية قافلة ستر وعافية يا قافلة شاملة بتقدم العديد من الخدمات زي المساعدات الغذائية النقدية كمان بتقدم بعض الخدمات العينية في قافلة طبية شاملة موجودة في الوحدة الصحية جنبنا هنا وتقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر وتركيب أجهزة تعويضية وحملات توعيات بكارت الخدمات المتكاملة لذو الهمم والكاشف المبكر عن سرطان الثدي وخدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية الكافلة اللي جات لنا هنا النهاردة أحلى ناس وأحسن ناس وهم على دماغنا وكشفنا على العزام وخدنا علاجنا وكشفنا عيون وخدنا علاجنا وناس على دماغنا من فوق وناس زي العسل وأمهم بمهمتهم جينا هنا كشفنا جامعة خاصات موجودة والعلاج بالمجان أنا عن نفس كشفت بطنة وخدت العلاج والعلاج مجان ومشاء الله هنا على أعلى مستوى وتتضمن القافلة أيضا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف بجانب إقامة كرنبال للأطفال ومسرع للعرائس ومعرض ملابس وفصول إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتوزيع شنط وأدوات المدرسية وغيرها من الأنشطة كما تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى كذلك تهتم القافلة بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع